أنهت الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور بمحافظة المهرة أنهت فتح عدد من الطرق الترابية الفرعية في مناطق مديرية حسوين والمتضررة من جراء عصار تيج وأوضح القائم بأعمال وكيل الشؤون الفنية بالمحافظة عوض قويزان أوضح أن الفرق العاملة تمكنت من فتح الطريق الرابط بين منطقة غذيفوت بالطريق الإسفلتية المتجه إلى منطقة خيسيت مشيرا أنه تم خلال الأيام الماضية ربط كافة المناطق المتضررة من الإعصار ببعض الطرقات كخطوة أولية لتسهيل حركة المواطنين